رجل يقول زوج له زوجتان رضعت من اهداهن فهل يصح لي أن أتزوج بنت هذا الرجل من زوجته الأخرى التي لم أرضع منها المعلوم أن الولد إذا رضع من امرأة في مدة الحولين خمس رضعات معلومات صار على رأي الشافعي أخا لكل أولادها يستوي في ذلك من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده وكذلك لو رضعت بنت من امرأة حرم عليها كل أولادها لأنهم إخوتها وحرم عليها إخوة المرضع لأنهم أخوانها وقد جاءت الحديث المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسف لكن هل يصير زوج المرضع أبا للرضيع أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة على أن الرضاع يثبت أبوة زوج المرضع للرضيع وهو الذي تسبب في نزول لبنها الذي رضعه وعليه يكون جميع أولاد هذا الزوج إخوة وأخوات للرضيع استوي في ذلك أولاده من الزوجة التي أرضعت الرضيع وأولاده من الزوجة الأخرى التي لم يرضع منها ودليلهم في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أفلح أخو أبي العقعيس فاستسرت منه ولم آذن له فقال أتستسري مني وأنا عمك قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال إنه عمك فليدخل عليك ومن أدلتهم كذلك ما رواه البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما فهل يتزوجان فقال لا اللقاح واحد وتفريعا على رأي الجمهور في ترتب التحريم على لبن الفحل وهو زوج المرضعة قد يكون الأخوان من الرضاع شقيقين إذا رضع من زوجة رجل واحد وقد يكونان أخوين لأم إذا أرضعت أحدهما بعد ولادتها من زوج ثم أرضعت الآخر بعد ولادتها من زوج آخر وقد يكونان أخوين لأب إذا كان لرجل زوجتان رضع أحدهما من زوجه والآخر من زوجته الأخرى وعلى هذا نقول جوابا على السؤال لا يجوز للسائل أن يتزوج من بنت هذا الرجل من زوجته الأخرى غير زوجته التي أرضعته فهي أخته من الأب والله أعلم